ارتفاع أعداد المهاجرين وبطء اكتمال المباني وأيضا انتقال الشباب من منزل العائلة إلى منازل خاصة بهم. بحثا عن المزيد من الحرية والمزيد من المساحة. كل هذا يؤثر على أسعار المنازل خصوصا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في عام 2022 استطاعت سنغافورة بإزاحة هونج كونج عن عرش الأغلى منازل في منطقة آسيا. واحتلت الأعلى في تسعة أسواق في آسيا والمحيط الهادئ. حيث ارتفعت سعر المنازل قرابة الثمانية في المائة لتصل إلى مليون ومائتين ألف دولار في عام 2022. وارتفع أيضا الإيجار في سنغافورة قرابة الثلاثين في المائة لتصل إلى ألفين وستمائة دولارا لكل شهر. في وقت سابق من شهر مايو قامت سنغافورة برفع الضرائب على الممتلكات. لكن في هونج كونج انخفض متوسط سعر المنازل قرابة الثمانية فاصلة سبعة في المائة. وذلك لأن هونج كونج قامت برفع أسعار الفائدة في عام 2022. مؤكبة لقرارات الفيدرالي الأمريكي. مما أدى إلى ارتفاع تكاريف الإقراض والتباطئ الطلب. وارتفعت أسعار الفائدة في هونج كونج لتصل إلى خمسة فاصلة خمسة في المائة. وهي أعلى من أسعار الفيدرالي الأمريكي التي وصلت إلى خمسة فاصلة خمسة وعشرين في المائة. هذا الرسم يوضح لنا بأن سنغافورة هي تتربع على عرش الأعلى أو الأغلى منازل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ووصل سعر المنزل إلى مليون ومئتين ألف دولار تقريبا. لكن أيضا على أساس كل متر مربع تبقى هونج كونج هي الأغلى بين منطقة آسيا والمحيط الهادئة. حيث أن كل متر مربع يكلف قرابة العشرين ألف دولار.